بسم الله الرحمن الرحيم أجد أنه من الضروري على الأقل توضيحا للرأي العام سبب هذه المواقف التي حدثت في جلسة يوم من ابتداء من الاعتراض على عدم تصديق على المضبطة وعدم عرض هذه المضبطة والمقصود فيها مضبطة جلسة يوم الأحد 16 عشرة وحيكة الأمور أنه هذه الجلسة التي دعية فيها البرلمان بنص الدستور طبقا للمادة 87 من الدستور التي توجب أنه إذا انقضت المدة الدستورية المقررة فإن المجلس يعتبر مدعوا بنص الدستور ودون حاجة لتوجيه دعوة اعتراضنا على أمرين أن لا تدرج هذه المضبطة وهذا شكل من أشكال الإلغاء لجزء من تاريخ الكويت كما أنه أيضا يشكل خللا دستوريا في ضبط المواعيد الدستورية ومواعيد حتمية كما أوجب الدستور مدة الفصل التشريعي مرتبطة بهذا الموعد مدة دور انعقاد مرتبطة بهذا الموعد الجلسات اللاحقة مرتبطة بهذا الموعد فالمسألة ليست ترفا دستوريا بل هو واجب حتمي وتداعي النواب امتثالا لصحيح النص الدستوري يوجب على الأقل تقدير حفظا للتاريخ ولهذه الجلسة التي عقيدت في مجلس الأمة وإن كان رئيس السن في حينها قد رفعها لعدم حضر الحكومة وهو أيضا أمر أنا أيضا أعترض عليه لأن السبب أصلا في عقد الجلسة هو عدم إمكانية تطبيق الدعوة لمخالفتها لضوابط الدستورية لذلك لا يتصور أصلا أن تحضر الحكومة التي لم توجه الدعوة لذلك هذه تعتبر من ضمن الجلسات التي لا يمكن القبول بأن حضور الحكومة من عدمها يؤثر على سلامة الجلسة متما توافر لها النصاب المقرر لأنها حالة استثنائية في النظام الدستوري لذلك القول بأن الجلسة رفعت لعدم حضور الحكومة هذا لا يغير في الأمر في شيء لأن كل ما هناك أن الحكومة قد امتنعت عن الدعوة وبالتالي تعقد دون دعوة من الحكومة لذلك المضابط طبقاً للمادة 92 من اللائحة توجب أن تكون لكل جلسة مضبطة ما ذكره السيد أحمد السعدون اليوم رداً على هذه المداخلة أن الساد الأعضاء لا يمارسون أعمالهم إلا بالقسم هذه المسألة ليست دقيقة على إطلاقها لسبب بسيط أنه إذا كان هذا رأياً فكان يفترض أن يعلن قبل جلسة يوم الأحد وليست أمراً لاحقاً له الأمر الآخر أن هناك الكثير من الإجراءات رئيس السن يترأس هذه الجلسة قبل حتى أداء القسم فمسألة الإجراءات تتفق مع طبيعة العمل الأمر الآخر السبب في عقد الجلسة هو أن يباشر النواب يعني صلاحياتهم في أن يؤدوا القسم لذلك رفع الجلسة لعدم حضر الحكومة هو إجراء خاطئ أصلاً لأنه كان يفترض أن تستكمل هذه الجلسة وأن يباشر النواب صلاحياتهم في اختيار مكتب المجلس إننا نقول أن هذا الأمر تقطع فيه المحكمة الدستورية هذا الكلام تقول الحكومة ما يقوله البرلمان لأن الحكومة قد ابتنعت عن توجيه الدعوة وبالتالي أصبحت الدعوة واجبة بين الصد السور وهذا ما قرر به رئيس السن في حينها هذا بالنسبة للجزء الأول الأمر الآخر أيضاً وهو المخالفة الأخرى يعني قبل قليل في التصويت على الميزانيات التصويت على الميزانيات يكون لكل ميزانية على حدة أما التصويت على إجمال هذه الميزانيات فهذا يستوجب إجماعاً بمعنى أن الاعتراض على هذه الآلية يوجب أن يتم التصويت لكل ميزانيات